بالفعل وهناك خشة في إسرائيل من نقص ذخائر خلال الفترة المقبلة نظرا لأن الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي كثيفة بشكل كبير جدا وربما بشكل غير مسبوك نتحدث عن الغارات الأولى الشمالي قطاع غزة التي دمرت قطاعات واسعة من القطاع وأدت إلى ارتقاء ألاف الشهداء شمالي قطاع غزة بغارات الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من هذه الحرب كانت إسرائيل تستخدم القنابل الجوية بلا حساب وبالتالي نشأت بعد ذلك حالة من الضعر في إسرائيل من إمكانية نقص الذخائر فقط لنضع الأمر في سياق إسرائيل تدعي أن لديها قنابل كافية إن أرادت الآن التصعيد على الجبهة اللبنانية وإن القنابل التي تخصصها للغارات المحتملة على الجبهة اللبنانية بعيدة وموجودة في مخازن منفصلة عن الذخائر والقنابل التي تستخدمها لقصف قطاع غزة وتدعي أن لكل جبهة مخزونا معينا من القنابل لكن هناك خشة من أن الحرب إذا تدهورت الأوضاع أكثر على الجبهة اللبنانية أو إن طالت الحرب أكثر على قطاع غزة أن يجد الاحتلال الإسرائيلي نفسه بلا ذخيرة كافية لذلك تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لتزويدها بمزيد من القنابل رغم الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي سياسيا على الإدارة الأمريكية ومحاولة عدد من وزراء اليمين القول إن إسرائيل قادرة على الخوض الحرب لوحدها في قطاع غزة دون دعم أمريكي لكن في كل مرة يتم التطرق إلى موضوع الذخائر تكر إسرائيل بأن الولايات المتحدة هي المصدر الوحيد تقريبا للذخائر الإسرائيلية وتتجه نحو الولايات المتحدة للضغط أكثر على المصانع أو المخازن لتزويد إسرائيل بهذه القنابل في ظل نقص عالمي في الذخيرة برز أيضا في الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عامين ويزداد كلما مر الوقت أكثر لذلك إسرائيل قلق من هذا الموضوع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ألمح قبل فترة إلى أن إسرائيل ستعمل على زيادة إنتاج الذخائر داخل مصانع إسرائيلية لكن هذا الأمر لا يحدث خلال لا أسابيع ولا أشهر إنما يحتاج إلى استراتيجيات ولا خطط بعيدة المدى بالتالي إسرائيل بحاجة في هذه الحرب إلى الذخائر القادمة من الولايات المتحدة